قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفضي إن الوقت قدحان ليتحرك العالم ضد إسرائيل وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خسيم مانويل ألبريس وممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد الصفضي على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إيصال الأسلحة إليها فدعواتنا إلى شركائنا في الاتحاد مجد المتوسط وفي المجتمع الدولي كله أن كفى أن تحركوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صدقية للقانون الدولي من صدقية للعمل متعدد لأطراف ولأطفال ونساء ورجال أبرياء فقدوا كل شيء لأن في إسرائيل حكومة متطرفة يتحدث فيها أمس وزير عامل يقول بضرد الفلسطينيين من بيوتهم وزير في حكومة يعترف بها العالم يدعو إلى ارتكاب جريمة حرب ولم نرى ردا على ذلك أيضا فندعو شركائنا في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لا يمكن أن تستمر هذه الحروب هذا العدوان يجب أن يتوقف تزويد السلاح الذي تستخدمه إسرائيل في قتل الأبرياء يجب فرض عقوبات يجب حماية منطقتنا وأقول منطقتنا لأن كل ما يجري في الشرق أوسطين عاكزوا فورا على أوروبا يجب حمايته من أفعال هذه الحكومة الإسرائيلية